الناس دلوقتي بقت عايشة بالخوف انا جبت الكلام ده النهاردة عشان نتكلم في حاجات كتيرة منها احنا قد ايه عايشين بالمخاوف هل المخاوف دي بتطور في عمرنا؟ هل المخاوف دي بتأمننا؟ ولا المخاوف دي بتخلينا نروح للوجع ونروح للأذى برجلينا؟ وعشان كده في السنوات الاخيرة زادت في حياتنا وفي شوارعنا زواهر غريبة ممكن نشوف راجل كبير بيعدي الشارع لوحده ومش قادر يمشي ومفيش حد بيعرض عليه ان هو يساعد وياخد بايده مفيش ولا حد حتى بيقف عشان يعديه الطريق وممكن نشوف برضو نفس الحكاية ومع ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انما تنصرون بضعفائكم تعالوا نكمل كمان في الضعفاء اللي احنا بنشوفهم في الشاعر طفل بيتعرض للضرب من راجل كبير ومحدش يقرب ابدا ويحميه من الازى ومن البلاء اللي بيشوفه اذا قرب حد الناس تعتبر ان ده غريب وما يحاولش ان هو يساعد كمان بقى الكمان اللي بيوجع اكتر كمان ان احنا نشوف ست بتتعرض للعنف من راجل وما حدش يحاول يتدخل عشان يمنع ده ولا يهد الوضع عايز اقول لكم حاجة بغض النظر عن حدثة واللي حصل فيها بغض النظر عن كان فرح ولا ما كانش فرح بس انا برضو بصيت اللي مشهد بطريقة تانية فين الناس فين الناس اللي هي تقول ان ده ما ينفعش ما ينفعش ان فيه ستة تضرب في الشارع تطلع مين انت وصلت قربتك بيها ايه انا ماريش دعوة بعد كده الناس بقى اللي هم راضيين بضرب الستات خناقة دي عاييجي في يوم في حلقاتنا نتكلم عن القصة دي بس ازاي واحدة ستة تضرب في الشارع والناس ما يعملوش اي حاجة وست او راجل معا حاجات كتيرة وشيلة جايب حاجات كتيرة من السوبر ماركت وماشي وديه مخدلة ومحدش بيعرض عليه المساعدة او يقف او يقف له مواصلة حتى ولا يساعده في الركوب في المواصلات وفي المواصلات بقى حدث ولا حرج ما بقاش فيه حاجة زي زمان كده ان حد يقوم ويطبق حديث الرسول اللي الله سلم ليس مننا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ما حدش دلوقتي يقف ويقعد الرجل الكبير او الستة الكبيرة خلاص احنا بقينا بنمشي بفكرة الحقوق انا حقي ان انا وجدت الكرسي ده وكلنا مواطنين متساويين في الحقوق تورقة القلب والاسوأ ان الشباب ممكن يقعدوا في المقاعد المخصصة لكبار السن كمان وزاوى الاحتياجات الخاص وكمان ممكن نشوفهم في صاحب محل بيكنس الرصيف قدام محل وبيرشوا قدام محل من غير مراعاة لمين يعدي ولا يمين يمر ولا مين تطين هدومه ما عندوش مشكلة والناس تعد على القهوة وتبص وتبرق وتحدى في كل اللي رايح واللي جاي وتضيق الرصيف فيضطروا انا في ناس في اماكن كنت زمان انا بروحها والله انا بكلمكم وخاصة في المناطق اللي هي محببة الى قلوبنا في سيدنا الحسين سيدنا السيدة زينة الى اماكن حتى السياحية كل الكلام ده انا فيه اماكن نسيت شكلها من كتر التعدي وتضييق الطريق على الناس فالناس تضيطر ان هي تمشي في الشوارع وتمشي في وسط الطريق او تمشي في النص وتتعرض للخطر وكل الاشغالات دي اللي موجودة في الطريق وفي الشوارع ومحدش بيساعد حد الناس بيمر في الطريق ده وهم عندهم حالة من حالات الخوف وكمان مواقف السيارات مواقف سيارة الأجرة في عرض الطريق ويحمل في وسط الطريق انا لسه جاي وانا في الطريق دلوقتي احد الاشياء اللي عرضتني واحد واقف في نص الطريق ومحدش قادر يكلمه ومعتبر ان الطريق ده طريقه هو ايه الحكاية ولا ان يصل ان فيه سباقات ما بين السيارات النقل على الطرق السريعة وسيارات كمان النقل العام فاتعرض حياة الناس للخطر ما بيبقاش الحل الوحيدة غير ان الناس تسرخ تقول يا جماعة الخير احنا بنقدمين مش عبارة عن شكاير حطانها في وسط المواصلات